الأمريكان وإعلامهم، مؤسساتهم، رؤوس أموالهم ما يحبوش الحرية، ما بيحبوش الحرية تاريخياً ما بيحبوش الحرية لما استعبدوا أهلينا الأفارقة وكان عندما يريد أحد أن ينجو بحياته أو أن يفر لأجل حرياته كان بيشنق على شجرة الأمريكان ما بيحبوش الحرية هل إحنا هنا بنتكلم على تاريخ قديم والأمريكان يقولون أنه كانت هذه مرحلة بغيضة من تاريخ أمتنا الأمريكية العظيمة طب الأمريكان ليه راحوا في يتنام؟ أتلوا الناس هناك ليه؟ هل أريضاً دي كانت مرحلة بغيضة بعيدة من تاريخ الأمة العظيمة؟ طب الأمريكان راحوا عاثوا فساداً في أفغانستان ليه؟ طب الأمريكان راحوا ضمروا الصومال بالمؤامرات وبالتخريب وبدعم المسلحين والمتطرفين ليه؟ طب الأمريكان لما راحوا يضمروا في العراق بدعوة إنهم يمتلكون أسلحة الضمار الشامل فتطلع الوكالة الدولية وتقول لك مفيش أمريكا تقول حتى لو مفيش إحنا لازم نخش نحتل البلد ده ننهى بالبترول وننهى بالسروة نخرب البيت نخرب المكان نضمر الجيش واحد من أقوى الجيوش اللي كانت موجودة في المنطقة بترسان السلاح كنت عظيمة لو تتذكروا يلا بينا نروح تغطف فين هو هنا بقى؟ حب الحرية والدفاع عن الحرية أمريكا لا تحب الحرية ولا تريد أن ترى أحرارا أمريكا عايزة أن يسير الجميع خلف الركب فقط لا غير الإعلام بتاعهم كده الإعلام الغربي طول الوقت كده هتعمل اللي أنا عايزه هقولك كويس هتعمل عكس اللي أنا عايزه هشوهك هكذب هدلس هنشر في أخبار وطلع في تقارير وبعدين بالمناسبة الإعلام اللي بيصف نفسه بالمهنية واللي بيصف نفسه بالموضوعية والإعلام اللي يصف نفسه بإنه ده دايما الإعلام اللي لازم العالم كله يتعلم منه هو من إمتى احنا بنكتب أسامي المفاوضين في مفاوضات سرية؟ صحيح بجد يعني يعني من إمتى؟ إنحطات مهني لا مثيلة لا خلونا نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام اشتركوا في القناة